اقرأ كده قول الله تبارك وتعالى فَبِمَا نَقَضِهِمْ يَمِينِ الْمَائِدَةِ فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ لماذا لعنهم الله؟ لأنهم نقضوا الميثاق نقض الميثاق خطير من أجل هذا زيدت ما من أجل هذا زيدت ما ومن أجل أن لين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله زيدت ما فكل شيء مرده إلى الله وعايز أقول حاجة مهمة وعندي عناصر وعندي عناصر وأول هذه العناصر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ زيدة بن حارسة من زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعرف أبوه أين مكانه وجاب عمه وجاب اللكشة الفلوس الكتيرة جدا وعرضوا على سيدنا محمد رسول السلام أي مبلغ ويديهم زيد قصة طويلة يعني خطفوه وباع واشتراه حكيم ابن حزام وده لعمته أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم المهم أني أبو زيد جه أبوه أبو زيد بن حارسة يعني حارسة وعمه أخوه أبوه ومعاهم الشنطة ملانة فلوس فما كان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن قال أخيره فإن اختاركم فاخذوه ولا أريد مالا وإن اختارني فدعوه لي أبو عمو قال في كلمة في كتب التراث والسير اسمها جاوزت النصف يعني عداك العيب يعني عداك العيب كلام ما يتقلش بعده انت عديت العدل يا سلامت الدهنة من غير ما تاخد حاجة لو اختارنا ونادى صلى الله عليه وسلم زيدا وقال أتعرف هيدين قال أبي وعمي عرفهم أبوي وعمي قال يا زيد تحب أن تبقى معي أم تحب أن ترجع مع أبيك وعمك أبوه نطأ قال له أبوك أمك زميلك ربعك ديرتك بلدك حبيبك المجتمع والناس فماذا قال زيد قال لقد رأيت شو أنا أحاولها بالراحة إزاي لقد رأيت في هذا الرجل شيئا وما أنا بتاركه أبدا هقولها تاني لقد رأيت من هذا الرجل شيئا إيه هو الشيء ده كرم أبوه كريم وأمه كريم رحمة أبوه رحيم بيه وأمه رحيمة بيه شيء يعني لا يوصف ده عنوان ده عنوان مبروك عطية من زمان اسمه عندما تضيق اللغة شوف اللغة دي اللسان العرب والصحاح للجوهاري والمعجمنا ملانا ودووين الشعر وما يحتج به وسيبويه والمبرد والجرم وأحيانا تضيق وتكون المعاني أعظم منها فلا نجد في التعبير عندما تضيق اللغة إلا كلمة شيء النكرة اللي بقى تشيل هممنا وأوجعنا وتعبر عن اللجوانا اللي لا يمكن للغة كلها أن تعبر عما بداخلنا لقد رأيت من هذا الرجل شيئا شيئا فوق الكرم شيئا فوق الرحمة شيئا فوق حسن العشرة شيئا فوق الإنشانية بالشين يعني بدلعها شيئا فوق كل شيئ عشان كده بالمناسبة جات في ودني الآية الأولى من صورة الحج ربنا يقول فيها عشان حقرأ أول آية لازم أقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة كميلوا انتوا شيئا عظيم تضيق اللغة عن التعبير عن يوم القيامة تضيق اللغة شوفوا اللغة الواسعة دي لما تعيز تعبر على يوم القيامة وأهواله وما فيه من نعيم لا تصفه كلمة وما فيه من جحيم لا يتحمله بشر ترجمة نانسي قنقر